موسيقى الساحل الإفريقي الإرهاب منابع التمويل مفاتيح تعمل الدبلوماسية الجزائرية على الربط بينها لشرح وضع أتعب إفريقيا تجربة الجزائر في مكافحة الإرهاب أصبحت نموذجاً يحتذا به لدفع المجتمع الدولي إلى الاستفاف قصد قطع كل تمويل لهذه الجماعات الإرهابية فالدفع الفيديا لطالما أرق الجهود الجزائرية خاصة أن الدول الأوروبية تدفع أموالاً بحجة تحرير رهائنها من قبضة الإرهابيين تقارير إعلامية كشفت أن فرنسا مثلاً دفعت ما بين سنتي 2008 و2014 58 مليون دولاراً لتحرير رهائنها ما يعتبره المتتبعون ضربة لجهود الجزائر الإقليمية بحجة الإنسانية هناك دول التي في خطابها الرسمي مثل فرنسا هي الأخرى تجرل من دفع الفيديا لكن في المقادر تكفى على الفيديا الطويلة وهذا ما يسمى بالخطاب المزدوج لماذا الخطاب المزدوج؟ لأن المطلحة هي المحرشات المنتقلة لأن المطلحة فرنسا في المنطقة هي المنطقة النفوذ التقليدي لفرنسا ومؤسساتها الارتطابية التي تدع سياسة فرنسا مثل شركة قابرة أو فرنسا أو غيرها مساعي تجريم دفع الفيديا كللت باستصدار مجلس الأمن الدولي قرار رقم 1904 ديسمبر 2009 القاضي بتجريم كل أشكال التمويل الموجه إلى هذه الجماعات حتى من أجل تحرير الرهائن الاجتماعات رفعة المستوى والقمم الدولية كان للجزائر الدور الفعال للتأكيد على خطورة التمويل ومحاسن قطعه كالقمة رفعة المستوى بالجزائر حول مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة سنة 2003 وندوة الجزائر الدولية حول مكافحة التطرف واستئصاله سنة 2015 العاصمة الجزائر على موعد لعقد اجتماع رفع المستوى حول مكافحة التمويل الإرهاب بإفريقيا موعد جديد بوضع إقليمي معروف فأي نتائج منتظرة المقاربة الجزائرية واضحة تجفيف منابع التمويل يعني وأدى الإرهاب وعملياته لغد بعيد عن العنف قريب من السلم والتنمية ترجمة نانسي قنقر